فهذه أمانة ليست أمانة فردية هذه أمانة عن الشعب كله وهذا واجب وطني ينبغي النظر أولاً بالدرجة الأولى إلى المصلحة الوطنية العليا واجبة على الإنسان حتى يخدم وطنه أعطاء الرأي أمر قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل إن كان يريد بها نصراً لدين الله عز وجل أو نفعاً للناس للمسلمين ولغير المسلمين مهمة النائب مهمة كبيرة جداً ولذلك لابد أن يتقدم إليها الأكفاء القادرون على حمل الأمانة فهذه أمانة ليست أمانة فردية هذه أمانة عن الشعب كله ولذلك علينا واجباً الواجب الأول الذين يرشحون أنفسهم لا يرشحون إلا إذا كانوا على كفاءة يستطيعون أن يقوموا بهذه المهمات التي ذكرناها الشيء الثاني والواجب الثاني هو واجب على أفراد المجتمع الذين لم حق الانتخاب فهؤلاء عليهم أن ينتخبوا من يستطيع أن يقوم بهذه المهمة إذا أرادوا أن يبنوا المجتمع مع الحكومة أتمنى أن نكون عند حسن ظن للجميع أن ننتخب من هو أكفاء وأن يتقدم إلى المجلس النيابي من هو كفء لذلك والبحرين دائماً في خير نحن أمام مسؤولية وطنية كبيرة جداً وينبغي المشاركة ونحن بدورنا ندعو إلى المشاركة للحفاظ على ما تحقق من مكاسب سياسية واقتصادية واجتماعية للحفاظ على تلك المكاسب ينبغي المشاركة بفعالية كبيرة وهذا واجب وطني ينبغي النظر أولاً بالدرجة الأولى إلى المصلحة الوطنية العليا لأن هذا واجب واجب وطني وبالإضافة إلى نظرنا من ناحية أخرى أنه واجب شرعي أيضاً هو يعطي دور فعال بالنسبة إلى انتخاب النائب أو ترشيح النائب المناسب الشخصية المناسبة التي تقوم بالترافع عن قضايا البلد والمواطنين تحت قبة البرلمان فينبغي مننا جميعاً المشاركة بفعالية والتحسس إلى أن هناك مصالح وطنية كبرى ينبغي الحفاظ عليها وينبغي تقديم مصلحة البلد على كل مصلحة أرجو أن تساهمون وتصوتون للبحرين فالمشاركة واجبة على الإنسان حتى يخدم وطنه واختار الأفضل بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أراد الخروج في غزوة أحد واقترح عدم الخروج إلى خارج المدينة ولكن الصحابة الشباب بحماسهم قالوا نخرج فلما نزل لرأيهم وظهر بان لهم أن رأيه كان هو الأفضل والأسلم وأن رأيهم كان خطأاً ومع ذلك الله عز وجل قال له بعد ذلك فاستغفر فعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فالله عز وجل أخبر نبيه أن يستشير أصحابه وهو المؤيد بالوحي من هنا نعلم أن الناس تحتاج إلى المشورة وكذلك الحكام الذين عليهم مسؤوليات كبيرة جداً أيضاً يحتاجون إلى المشورة وإلى التشاور مع أهل الرأي والحل والعقد وهكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه الكرام من بعده من الخلفاء الراشديين ومن بعدهم فأعطاء الرأي أمر قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل إن كان يريد بها نصراً لدين الله عز وجل أو نفعاً للناس للمسلمين ولغير المسلمين فتح المجال عندنا في البحرين الحمد لله منذ عقود للمشاركة الشعبية وهي مسؤولية هي ليست محسوبية ولا مظاهر ترف ولا استفادات شخصية إنما هي لهذا البلد لذلك على كل فرد في هذا هذه البلد من المواطنين الكرام والمواطنات أن يعلم أن عليه مسؤوليتين يسأل عنهما أولاً لابد من المشاركة لتحقيق الأمر الثاني المشاركة في بالتصويت ولابد أن يكون للأفضل وللأكفئ ولصاحب الأمانة ولصاحب الكفاءة الذي ممكن أن يخدم هذه البلد ولا يكون تصويت الإنسان لا على أساس عرقي أو طائفي أو قبلي أو أي أو مصلحة دنيوية يجب أن يكون مصلحة الدين والدولة هو الذي يكون الدافع لهذه المشاركة لذلك لا شك أن الأمانة الدينية والوطنية تدعونا أن نكون إيجابيين وأن نساهم بإيجابية ليس فقط بالتصويت ولكن بالحث على التصويت والتشجيع وأيضا تعليم الناس كيف يكون الاختيار صحيحا ولذلك كلنا بإذن الله عز وجل سنصوت لهذا البلد الطيب الذي أعطانا الكثير وننتظر منه الكثير حفظ الله بلدنا الحبيب قيادة وشعبا والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر